سادس والعشرين من الشهر الفائت ثمن المؤتمنون على الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل التطور الإيجابي للحوار وما نتج عنه من أثر لدى رأي العام واتفقوا على بعض الخطوات العملية التي تعزز مناخ الاستقرار فإذا بالمفرقعات تعكر المناخات وتدفع مواقف سياسية تطلق نيرانها على الحوار وإن كان خطاب السيد الناسف للحدود قد استفزت تيار الأزرق فالرصاص المرافق للخطاب اخترق الخطوط الحمر في نظرهم نايترى بشبعة ما هذا المهم المهم اللي صار بشوارع بيروت يعني نحن صارعنا أن أطلاق الرصاص بهالكسيف وإطلاق القزائف وإطلاق الرصاص على الحوار وأصبح الحوار نوع من ترف أدبي إذا ضروري تجتمعوا من لبناني ما بعد ما يجتمعوا ويسا عارفين ما في منه نتيجة واضح أنه حزب الله غير مستعد يقدم أي شيء بالحوار وحتى وقت اللي بقدم أي شيء بيتراجع عنه اليوم في مشروع عمبراطورية فارسية أصبح حزب الله هو المدافع الأول عنه شال الحدود شال الجبهات كلها ربطة ببعضها بيعتبر أنه صار في مزج للدم الحقيقة الأمور تجاوزت الحدود المنطق الوطني إلى أقصى درجة إذا مش مدركين لوين استفزوا الناس إذا مش مدركين أنه هيدا يزاد كان عم ينحكى أنه حوار حتى نخفف الاحتقام اللي صار زاد الاحتقام بشكل كتير كبير لا نحي دائما بصير فيه لا مش بها الطريقة مش بها الطريقة عشرات الآلاف مدة ساعة ونص هذه شغلة منظمة بهالكميات الهائلة اللي بتكلف عشرات ملايين الدولارات ونحن بنعتبرها بكل صرحة أنا بيعتبرها عملية إرهابية لإرهاب الناس وتفزيع الناس الرصاص اللي صار متل وقت الوقت الوزير أشرف ريفي قال أنا مخصني هول اللي بيحبوني الموالين لإليهن أولا هيدا ما تشبهي شخص بحدا عنده ميليشيات عنده ميليشيا حزب الله وعنده ميليشيا السراية المقاومة بس ما كمين الوزير ريفي عنده عنده وعنده مسلحينه بترابوس أنا مع أنه ينزع الكل بيدون استثناء نحن منقدم منقدم حزارة ما بدو يقدم شيء شو قدم الحوار بالعكس قدمنا بالخطاب قدمنا بالموقف السياسي رحنا على الحوار هم كنا رفضين روح على الحوار قدمنا أنه قبلنا موضوع التدخل بسوريا وتركوه على مجالتها بنهي شو قدم حزب الله ولا شيء ولا بدو يقدم شيء بيجري الحوار أو ما بيجري الحوار أنا بالنسبة لي معاد مهم لأنه واضح جدا أنه نوايا حزب الله في مكان آخر فتفت وإذ أكد أن عملية إزالة اللافتات الحزبية ستبدأ على الأرجح نهار الخميس في بيروت وطرابلس وصيدة فإنه تحدث عن عدم التزام حزب الله الخطة الأمنية في البقاء اليوم وزير الداخلية هو المعنى بأنه لا بكل صراحة طلب الجيش أنه هو يكون أنه هو يكون يشرف على الخطة الأمنية بالبقاء وقوى الأمن الداخلي والأمن العام تبعين وزير الداخلية أردفوا بحوالي 100 ألف عنصور ليقدروا يساندوا الجيش ولكن الجيش بدون ما يكون فيه فعلا غطاء مش رفع غطاء غطاء من حزب الله على الخطة الأمنية ما في خطة أمنية الصقف العالي لفتفة لم يسلم منه الرئيس نبيه بري وهو الذي يصفه الجميع برعي الحوار العراب لهذا الحوار الرئيس نبيه بري توصلتوا معه بهذا الإطار رئيس بري عطال بعض صفة رعي الحوار أنا بالنسبة لأي لي هو شريك في الحوار وهو ليس رعي الحوار لأنه رئيس بري عنده ميليشيا ورئيس بري جزء من المفاوضات مع حزب الله وحركة أمل نص الصور المعلق بيروت واليافتاتي لرئيس بري فبالتالي المشكلة معروفة وين خلفيتها وين أصولها ما حدا يعطي دور لحدا ما عنده بالفعل على مقلب حزب الله لا تعليق على كل التعليقات فهو يرى أن الرد يكون بالحوار نوال بري قناة الجديد